نتحول الزميل محمد محروس من الأقصر اللي طلعنا على المزيد لديه تحدثنا عن أن في الجيزة المرأة كان لها دور بارس تحدثنا عن أن في أسيوط كافة الأعمار هي مشاركة وهناك مساعدات بكافة المقاييس سواء بالنسبة لمن لديه أو من ليس لديه كمامة فهناك من سيعطيه الكمامة وهناك مساعدة وهذا موجود في كافة المحافظات وأيضا هناك مساعدة لكل كبار السن من لا يستطيع أن يدخل الإدلاء بصوته فهناك مساعدة له بالخروج إليه حتى يستطيع أن يدلي بصوته ويمارس حقه الانتخاب ويمارس حقه الدستوري نتحول إلى الزميل محمد محروس من الأقصر اللي طلعنا على ما لديه حتى اللحظة نعم تحياتي لك ولكل مشاهدة إكسترا نيوز في كل مكان بالفعل نحن في محافظة الأقصر تحديدا أمام لجنة مدرسة وادي الملكات بعد مرور نحو أكثر من ساعة ونصف على فتح اللجان وبدء عملية التصويد رصدنا كيف توافد الناخبون على مختلف اللجان الانتخابية هنا في محافظة الأقصر المشهد لم يختلف عما رصده زملائي في باقي المحافظات حضرت المرأة كما ذكر زميلي إبراهيم عزت في أزيود حضرت المرأة هنا في الأقصر للمشاركة في هذه الانتخابات وهذا هو المعهود عن المرأة الصعيدية بشكل عام والمرأة الأقصرية بشكل خاص حرصها على المشاركة السياسية والإدلاء بصوتها في كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها المحافظة أيضا فيما يخص الإجراءات الاحترازية هنا في اللجان الانتخابية تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية وقاية الناخبين والقائمين على هذه العملية عمليات الانتخابات من فيروس كورونا المستجد حيث لا يسمح لأي ناخب بدخول مقر اللجنة إلا إذا كان مرتديا الكمامة كما حرصت الأجهزة المعنية بمتابعة هذه العملية عمليات الانتخابات على توفير أدوات التعقيم وتوفير الكمامات للناخبين أمام مقر اللجان فيما يخص كبار السن هنا كبار السن يتوفدون على مقر اللجان بشكل كبير ويتم مساعدتهم من قبل الأشخاص القائمين على تأمين حيث أن هناك كراسي متحركة لكبار السن لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم كما أنه رصدنا بالأمس قيام أحد القضاء بالخروج خارج اللجنة لمساعدة أحد كبار السن وذوي القدرات الخاصة الذي لم يستطيع الدخول إلى مقر اللجنة وساعده في الإدلاء بصوته خارج مقر اللجنة ثم عاد القادي ووضع ورقة التصويت في داخل الصندوق هنا في محافظة الأقصر المنافسة الانتخابية محتدمة بين ستة مرشحين يتنفسون على سلاسة مقاعد فردية في سلاسة دوائر هي نصيب محافظة الأقصر في نظام المقاعد الفردي حيث لم يحسم أي من المقاعد الفردية في الجولة الأولى فلم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في عدد الأصوات فيما حسمت مقاعد القائمة حيث حصل أربعة مرشحين على أربعة مقاعد في نظام القائمة في الجولة الأولى ليكون نصيب محافظة الأقصر في مجلس النواب هو سبعة مقاعد يمكن لحظنا في الأمس أن الإقبال كان كثيفا في المناطق الريفية وفي القرى كان أعلى من المدن وهذا هو أيضا من المشاهد المعتادة في كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها محافظة الأقصر حيث أن هذه المناطق لها طبيعة خاصة وهي الطبيعة القبلية ما يعطي المنافسة الانتخابية طبيعا أقوى وأكثر سخونة حيث تتنافس العائلات على الحشد لدعم وتأييد مرشحها في هذه الانتخابات أيضا كان هناك دور كبير لقوات الأمن لتأمين العملية الانتخابية في محيط اللي جان تواجدت القوات الأمنية أمام كل المقار الانتخابية وكانت هناك أيضا أقوى الأمنية تجوب شوارع المحافظة لتأمين العملية الانتخابية خلال الأمس واليوم وستستمر هذه الخدمات وهذه الخدمات الأمنية حتى انتهاء عملية الانتخابات غرفة العمليات المركزية المشكلة في دوان محافظة الأقصر قالت أنها لم ترصد اليوم أي تأخير في فتح اللي جان حيث أن جميع اللي جان فتحت في موعدها في تمام الساعة التاسعة صباحا وقالت أيضا أنها لم تتلقى أي شكاوة تتعلق بوجود خروقات أو معوقات قد تكون عاقة عملية التصويت أو قد تكون عاقة الناخبين أو عكرت صف الانتخابات هنا في محافظة الأقصر سواء الأمس أو حتى اليوم حتى هذه اللحظة إذن كانت هذه الصورة سريعة عن أول ساعات في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في محافظة الأقصر أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة والآن عودة إليكم في الاستوديو محمد شكرا جزيلا لك ومن الواضح أن القاسم المشترك أيضا في هذه العملية الانتخابية أنه لا توجد أي شكاوة أو خروقات أو معوقات تحدث خلال العملية الانتخابية